إدانة من قبل الأكاديميين في جامعة كاركوك بعد طعن وزير المالية بالأستاذ الجامعي رافضين أن يساء لهم مطالبين من وزارة التعليم ومجلس النوابة منع التجاوز على الأستاذ الجامعي كيف ولماذا وبهذه الطريقة التي تفضل السيد وزير المالية وقام بتلفظات يطعن فيها بمصداقية الأستاذ الجامعي هذا الأستاذ الذي نظر عمره هذا الأستاذ الذي كان شمعة ولا يزال تضيء الدربة أمام الأجيال فهل يعقل يا سادة يا كرام أن يحارب هذا الأستاذ النخب الأكاديمية نظم وقفة ضد تصريحات وزير المالية بعد تنكره بحق أداء الأستاذ الجامعيين وما تضمنتهم سودة الموازنة من مواد تمس حقوق الموظفين وفق قانون الخدمة الجامعية لم يكن متوقعا ولا مرحبا بهذا التصريح غير المسبوق وغير المسؤول وغير المقبول من كل النخب الأكاديمية هنا في كاركوك وفي عموم العراق بأن يتنكر بهذه الصورة للأداء العالي والتفاني في المسؤولية لهذا تقف اليوم هذه النخب معلنة استنكارها وحجبها ورفضها لهذه الإدانة التي شملت الجميع قبل المعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا لكن اليوم يساء للمعلم من قبل وزير المالية هذه الإساءة التي رفقتها استفهامات كثيرة سعدون السلطان قناة التغيير كاركوك سعدون السلطان قناة الكوك